الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وإمامنا إمام الموحدين وخير رسل الله أجمعين وشفيعنا جميعا بين يدي أحكم الحاكمين ورب العالمين وهو الله جل وعلا أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد دائما على طاعة العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى عبر شبكة تلفزيون الحياة من خلال برنامج فتاوى الذي نقدمه على الهواء مباشرة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم اليوم نتحدث ونحن على مشارف استقبال العشر الأواخر من رمضان وعلينا أن ندرك أن العشر الأواخر من رمضان لا يفصلنا عنها إلا ساعات قليلة مجرد أن المغرب يأذن من أزان المغرب النهاردة أنت الآن أصبحت تستقبل العشر الأواخر من هذا الشهر ولها فضل ولها مكان ولها منزلة عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم استعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد لها العدة وغير وحاول أن ينشط أهل بيته وأن يستعد استعدادا خاصا يفوق ما قد سبقه من استعداده لرمضان وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل لنا رسالة جديدة لأنه دين الأمل ودين الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى أراد النبي أن يعلمنا أننا ما زلنا نستمتع بهذه الفرصة الغالية النفيسة وعلينا أن نستفيد منها لأن الله وصف تلك الأيام مع أيام معدودات قال الله عنها أنها معدودات معدودات أي أن هذه الأيام حين تمر هي أيام قليلة ولكن لها ضركة ولها منفعة ولها من حالة الرضا التي تتجلى على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في سواها من الأيام ولذلك كان استعداد النبي لتلك الأيام استعدادا خاصا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقز أهله يعني كان ينادي على زوجته وينادي على بناته وينادي على فاطمة ويقول لها قومي يا فاطمة قومي لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في السلث الأخير من الليل وينادي في عباده هل من تائب فأتوب علي هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأغطيه ولا يذال كذلك إلى أن يؤذن للفجر لماذا اهتم النبي بالعشر الأواخر من رمضان لأننا نعلم أن العبرة بالخواتيم ودايما كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله تعالى حسن الخاتمة يعني ايه كلام ده يعني أنا لو أصرت شوية في العشرة الأوائل في رمضان ولا في نصف رمضان أنا ما زلت قدامي فرصة أيوة أنت قدامك فرصة محدش يقدر يمنعك أنك ترجع لربنا وأنك تتوب إلى الله وأنك تستثمر أيام رمضان البعض ربما يكون فينا ناس أصيبت بحالة فطور والفطور ده يا جماعة أمر عادي وارد أن الناس يحصل لها نوع من أنواع التراجع كده وما فيش نفس الحماسة بس تخلي بالك جملة وحدة حبيب أن أنا سمعها لك النهاردة أسوأ أنواع الفطور الفطور في زمن السماء بابها مفتوحة أبوابها مفتحة والرضا يتنزل من الله تبارك وتعالى فهيبقى شيء صعب جدا الإنسان فيها يندم أشد الندم على ما فرط في جنب الله ليه؟ لأنها أيام ذكر وأيام دعاء وأيام استغفار وأيام تقبل فيها الأعمال وتتنزل فيها الرحمات وأيام تشتمل على ليلة القدر شو ممكن يا جماعة الواحد ما يقدرشي أنه هو يزبط نفسه على وطيرة من العبادة فيها تفوق على النفس وفيها انتصار على الشهوات وفيها غزو لكل ما من شأنه أنه هو يحاول أنه يجعل الإنسان يتردد أو يتراجع عن طاعة الله سبحانه وتعالى نحن بحاجة الآن إلى أن ننبه بعضنا البعض وإن إحنا ننصح وسيدنا النبي اللي قال لنا كده الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الآن من باب النصيحة إن إحنا ننتبه إن إحنا نتطعظ إن إحنا ندرك أن من رحمة الله تعالى علينا أن اختارنا لكي نحيا في تلك الأيام المباركة هذه الأيام التي قال عنها ربنا فمن شهد منكم شوفي التعبير فمن شهد منكم الشهر فليصم كأن مجرد أنك تشهد الشهر هذه منه ومنحة من الله تبارك وتعالى فإذا كان الله قد منحك الحياة وأنعم عليك بالحياة فمن باب أولى أن نستحي من الله تبارك وتعالى وأن نؤدي فرائض الله طيب أشرف شيء نتقرب به إلى الله في هذه الأيام أولا أن نحافظ على ما فرضه الله علينا من الفرائض يعني ما نمشي عن أداء الصلاة يعني ما أمسكش زكاة مالي وأبخيل وما حاولش أن أنا أتصدق بالعكس كان النبي في هذه الأيام أجود من الريح المرسلة كان يتصدق وقلنا قبل كده وبنكرر يأتيه سائل فيعطيه يأتيه آخر فيعطيه يأتيه ثالث فيعطيه يأتيه رابع الرواية تقول لك إيه حتى إذا ما نفذ ما عند النبي خلاص ما فيش فيجيبه أي مال فيقول للرابع ده إيه اذهب للتاجر فلان واشتري وأخبره بأنني سوف أسدد له سيدنا عمر يقول له يا رسول الله فداك أبي وأمي يا حبيبي هون عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يمسدنا النبي يبتسم وينظر لسيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر على طول يقول له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا هي دي الدنيا جماعة لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الله الكافر منها جرعة ماء جاد الله بها علينا فعلينا أن نجود بكل ما نملك فيها لكي نصل إلى هدف واحد وهو أن نكون من عباد الله المتقين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بأن عشرين يوم ما بين المتمسك والملتزم والمفرط والمقصر وكذا لا العاشرة دول هما الفرصة الأخيرة أمامنا طب إزاي أستعيد؟ أول حاجة تعامل مع العشرة أيام اللي إحنا هنعيشهم دول إن ربنا سبحانه وتعالى متعنا بالحياة على أنها آخر عشر أيام في حياتك فإنبارح والإمام يعني المساجد كده ممتلئة والآئمة بسم الله ما شاء الله مالية المساجد والدنيا عامرة بالإيمان الواحد سبحان الله وهو كده بيصلي وفي الإبلة يقول يعني ما أجملها من لحظة وما أشرفها من لحظة تلك التي أكون فيها في طاعة الله وفي معية الله سبحانه وتعالى حتى لدرجة وإحنا بنصلي ونخشع في الصلاة ماذا لو جيه بخاطر الواحد إن ملك الموت الآن بيحوم حوالين تم ييجي أهلا به وسهل ليه لأنك على شرف الطاعة لأنك في معية رب الأرباب ومسبب الأسباب القلب الطم خلاص يا جماعة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وبعدين ربنا يقول لنا في سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد أي من أتعب نفسه وقام بأداء ما فرض الله عليه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون إيه الجمال ده إيه الجمال ده إحنا على فكرة من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه متعنا بأن نكون ممن يشهدون هذه الأيام المبارك يبقى أول حاجة وندخل على العشر الأواخر من رمضان أتعامل على إن دي آخر أسبوع أنا هعيش في الحياة آخر عشر طيام هعيشهم في هذه الدنيا أعمل إبقى علي أن أصلح أولاً ما بيني وبين الله ما بيني وبين الناس القضاء على المنازعات على الخصومات على المشاجرات على حالة الحقد الدفيني ما له السبب للأسف الشديد إلا ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني وكأننا لن نموت وكأننا لن نكون من أصحاب القبور الواحد فينا يجب أنه يتطعز ويجب أنه يستثمر هذه الأيام وهذه الساعات التي تنقضي من العمر وربما تكون شاهدة لنا لا علينا و لا نريد العكس ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكيس المؤمن العاقل ماله يا رسول الله صفة إي دبا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني إيه من دان نفسه؟ يعني من اتهم نفسه بالتقصير في حق الله و دايما يقول لها لا أنا غير راضي أنا محتاج أقرب أكتر محتاج أسعد برضى من الله أكتر محتاج أن أنا أتوب أكتر أكون منيب أكتر ولذلك ربنا يجي في التعبير عن التوبة أقول إيه؟ منيبين إليه والتقوم شوف التعبير منيبين كثير الرجوع إلى الله ولذلك قلنا وبنكرر كان النبي صحابه يقوله إيه؟ كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أكثر من سبعين مر وفي رواية أكثر من مئة مر ليه يا جماعة؟ لأن أشرف هيئة يكون عليها العبد أن يكون من عباد الله التائبين المستغفرين ليه؟ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خلي بالي يبقى أول حاجة في التعامل مع العشرة أيام كأنها آخر عشرة أيام من أيامنا التي نحياه نجدد العهد مع الله نجدد البيع مع الله سبحانه وتعالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقز أهله يعني هنا بتيجي حالة غير عادية كأن في حالة طوارئ في البيت ليه؟ زي ما إحنا قدرنا نحن نخلي اللي يمدي ما هي إلا شراء لملابس العيد بس وما هي إلا شراء الكعك والكلام ده كله طيب يا جماعة برضو دي فرص دراجيب الكلام ده في لحظة ما حاجش بقولك ما تجيبش وما تلبس قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام أم الله أنا مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني حسن الاستقامة على طاعة العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى أول حاجة بعد ما قلت أن الأيام دي هي آخر أيام ليا في الدنيا أحافظ على فرائد الله وأدي الصلاة في أول وقته ويا حباز الرجل إذا خرج إلى المسجد ويا حباز المرأة إذا صلت في أول وقتها في مسجد بيتها أو في صح ندارها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حضرة النبي في الأيام العشر الأواخر اللي لديه فرصة مش مرتبط بعمل مش مرتبط بوظيفة يقدر أنه يأخذ بسنة حضرة النبي وكان من سنة النبي المؤكدة في هذه الأيام أنه كان يعتكف العشرة أيام طب والاعتكاف معنى إيه؟ المكس في المسجد إن أنا أقعد في المسجد بنية الاعتكاف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الاعتكاف له أدب وله شروط لا يجوز للرجل إن هو يخرج من المسجد لكي يعاشر زكت لأنه كده هيبقى أبطل نية الاعتكاف الاعتكاف هو أن يمكس في المسجد أول حاجة يعملها هو قاعد في المسجد يؤدي الفرائض في وقته أول ما الأدم بيدم بيصلي مع الإمام بعدما الصلاة بتقضى على طول يبتدي إما أن يكون ممن يواظبون على قراءة القرآن في مجموعة كده مع أصحابهم قاعدين بنسميها الخاتمة كل واحد كده يقرى جزء من القرآن أو عالم قاعد بيبين للناس الحلال من الحرام والخير من الشر والحسن من القبيح هي دي أعمال المسجد ما نقعدش في المسجد بقى إيه؟ ألا فلان عمل إيه وفلان راحت لفين وفلان جي منين؟ لا يعنانا الدنيا كلها دائد بي وأنا بعصي ربنا بره فقررت أن أنا أعصي جوة المسجد ويبتدي حد يخدني الطريق الغيبة والنميمة لا علينا أن نصف القلوب علينا أن نتوب إلى الله توبة خالصة عملا بقول ربنا سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون والتوبة لابد أن تكون توبة نصوحة وأنا أعد في رحب بيت من بيوت الله ما بين متدبر ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجملة الجميلة دي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده أي في الملأ الأعلى فإذا انتهوا من مجلسهم خلصوا الجلسة الجميلة الطيبة اللي كانوا فيها بيتبادل الزكر وقراءة القرآن وطلب العلم ها والكلام الجميل ده فإذا انتهوا من مجلسهم نادى مناد من قبل العلي الأعلى وهو الله جل وعلا أنقوموا مغفورا لكم قد بُدّلت سيئاتكم حسنات يا يا للدرجة دي الجماعة اللي دايما يقول لك يا صنع أصيت وعملت وبعدت عن ربنا شوية ومش عارف ربنا هيقبلني ولا لا وربنا هيقبل وهيتوب علي إحنا على مشارف العاشرة يا جماعة يا جماعة بعض الناس بيصور اللي بيعصر ربنا ده ما لوش أي أمل بالعكس ده من رحمة الله على المجتمع بتاعنا أنه فتح للعاصي باب أمل ليه تخيل لو كل واحد عمل مصيبة عمل زم وبعدين عرف أن الدين بيقوله إن ليس لك توبة هيتحول لفاجر لقاتل لقنبلة بتنسف المجتمع بأسره ولكن شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ها ومن يحول بينك وبين التو من الذي يجرؤ على أن يغلق أمامك بابا قد فتحه الله سبحانه ولذلك من أجمل ما قرأت نظرة ربنا للعاصي لشان بس الجماعة إيه يقول لك ده أنا مليش وش أعود لربنا وارجع له إزاي وانا أسرقت مرة وعملت مرة لا لو انت خدت بشروط التوبة الصحيحة اعلم أن الله يريد لك الخير اعلم أن الله يريد لك الصلاح من أجمل ما قرأت فيما ورد في صحف خليل الرحمن إبراهيم أن الله تعالى قرر أن يرسل رسالة تب لمين الرسالة ربنا بيبعث مسج لمين يا جماعة يطر بيبعثها للأنبياء ولا للأولياء ولا للصديقين ولا للشهداء أبدا كانت الرسالة المين للعصاه للعصاه لكل من قصر في طاعة الله ربنا بيقول إيه من العزيز الحميد إلى الآبق من العبيد كلمة الآبق في اللغة معناها العبد الهارب من طاعة سيده شوف شوف الجمال في التعبير من العزيز الحميد ما هي الرسالة لازم تبقى من مرسل ومستقبل المرسل من من العزيز الحميد أي من الله تعالى إلى الآبق من العبيد أي إلى العبد العاصي إلى الغصاه من العبيد عايزي إيه يا ربي من الغصاه حابب تقول لهم إيه ربنا بيقول إيه في الرسالة سلام عليكم هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من ذكاء الفهم ونور العلم علشان ربنا يقرب العبد أنت لو حيث تطلب من ابنك طلب تبتدي تطبطب عليه تبتدي تقول له لا أنا مش نسي لك إنك كذا وكذا طب أنا مش عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا كل دا ليه كل دا علشان تقرب ابنك منك الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض الله يريد أنه هو يلين قلب العاصي من العزيز الحميد إلى الآبق من العبيد سلام عليكم شوف اللغة سلام عليكم هذه رسالتي إليكم بما اختصتكم به من زكاء الفه ونور العلم شنت عندكم عقل وانا منحتكم العقل والحكمة والفكر آه تعالوا شوفوا نعمي فأول ذلكم أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود إحنا أصرنا معك علشان تهجر المساجد وتهجر القرآن وتهجر الطاعة وتهجر العمل الطيب الصالح ها فأول ذلكم أي أول نعم عليكم أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود اخترت لكم الجود ربنا اللي بيقول لنا أنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والقلوب فعلمتم والعقول ففهمتم والألسنة فنطقتم وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم وعند الإقرار لما بقى بقى كده خرجنا للدنيا وبقى عندنا قوة وصحة وشباب ومكلفين بقى ها طلب مننا أن إحنا نفرد الله بالعبودية وحده دون سواه وعند الإقرار أنكرتم هناك من كفر بالله ها وبعد الإقبال أي على الطاعة أدبرتم ونقطتم عهودنا خلاص ضربتم بكلامنا عرض الحائط وكأن ما كانش فيه عهد بيننا وبينكم فلا يوحيشنكم ذلك منا اوعى تخاف اوعى تيأس يقول الله فإن عدتم عدنا ياه بعد الأسوى وبعد البعد وبعد التفريط وبعد المعاصي وبعد الزنوب وبعد كل اللي عملناه ده يا ربي ده احنا ما عملناش وما صلناش كم سنة وما صمناش كم سنة فربنا سبحانه وتعالي أقول له فلا يوحيشنكم ذلك منا فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا كرمنا مبذول الله يتكلم فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا كرمنا مبذول وسترنا مبذول عبدي الله يكلمك أنت الآن عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والفصول وأزمانها والأوقات وإتيانها انظر إلى كل ما هو متحرك وساكن ومستيقظ وراقد وما غاب وما حضر وما ظهر وما بطن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري عبدي أذكرك وتنساني أسطرك ولا ترعاني لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن أحميك بقوتي وأمدك بقدرتي فوعزتي وجلالي لابد لك ولكل نفس من الورود علي ومن الوقوف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار أي بالخسران وأنك لا محالة من أهل النار وليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار وقلت لك لا تخف ولا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمل لإنسان لما يدرك تلك المنح والعطايا من الله سبحانه وتعالى سيشعر بالفرح وإذا فرح المؤمن هلل وكبر ليه ألا بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون التعامل يا جماعة لابد وأن يكون على هذا المستوى من الرقي أني مهما كان صدر من العبد زنب أو معصية النهاردة الفرصة أنت على مشارف العشر الأواخر من رمضان يعني إيه يعني فيها ليلة القدر أيام النفحات ربما تصادفك نفحة وإنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى فيستجاب لك إن لربكم كما قال رسول الله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا له من كان يرجو لقاء الله فعليه أن يعد العد اليوم لقاء الله طب أشرف حاجة أقدمها الربنا إننا ألتزم في هذه الأيام العشر إننا أدخل على الأيام العشر وأنا على يقين من إن ربنا هيعفو ويغفر ويسامح طالما نلتزمت بشروط التوبة التي بيني وبين الله إن كان الذنب متعلق بالله أو التي بيني وبين الناس إن كان الذنب متعلق بالناس ورددت المظالم إلى أهلها على طول فورا الله يقبل منك دعاءك الله يقبل منك صلاتك الله يقبل منك طاعتك الله يمن عليك بنعمة الرضا والرضوان عند ذلك يقول النبي عن ليلة القدر التمسوها في الليالي الوتر في الأيام العشر الأواخر من رمضان إحنا محتاجين إن إحنا كمان يبعين لدينا هدف قاعدين نبحث جميعا عن أن نكون من أصحاب ليلة القدر أن نكون من أصحاب ليلة القدر ربنا يجعلنا جميعا ومشاهدين وكل من قال لا إله إلا الله من أهل ليلة القدر وليلة القدر يا جماعة لأننا أمة أعمرها بسيطة والعملية على الأد كده سيدنا النبي أطلعه الله على حال رجل ممن سبقونا فوجد أنه خرج مجاهدا في سبيل الله ألف شه طيب إحنا نروح فيه دناء الفرض من أمتي ما بيعش الوقت ده بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز فالله تعالى أنعم على النبي وأنعم على أمة النبي بليلة نزول القرآن وجعلها هذه هي الليلة المباركة التي قال عنها ربنا سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ولذلك اللي بيتوب يا جماعة نصحت لي النهاردة يقول لي طب أنا إيه الحاجات اللي ممكن أعملها تجمع لي حسنات كتير اجري على مجالس العلم أول حاجة مجالس العلم سيدنا النبي دخل المسجد لأ مجلسين مجلس علم ومجلس ذكر ها فترك أنت حر بقى تقعد فين فاختار أن يجلس في مجلس العلم سابق جماعة بتوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مع أنه عمل من أشرف الأعمال ها وقعد مع جماعة اللي بقوله زرعة حصد وألف بي تي وقعد باي ليه فقيل له يا رسول الله ليه فضلت مجلس العلم فقال النبي إنما بعثت معلمة إنما بعثت معلمة الإسلام دين الفطرة بيعلمنا احترام العلم بيعلمنا أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بالمعرفة يا أمة اقرأ علينا أن نقرأ في الكون وأسراره وفي كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد محتاجين القراءة دي يا جماعة إعادة النظر مرة أخرى فيما حولنا في نعم الله علينا يا أخي دا أنت أعظم نعم عليك النهاردة وانت صايمه بتسمعني أو كمان شوية بتفطر وتروح تصلي الترويح شوف النقلة اللي ربنا نقل هلك بالإسلام شوف العرب قبل الدعوة لما كانوا في الفوضى الطاحنة الأحوال المرتبكة والشؤون المضطربة والدنيا خربانة وحلم وما فيش بقى احترام وما فيش أدب وما فيش قانون يسود والقوي يلطش في الضعيف والغني يحرم الفقير حالة عبسية شوف النهاردة ها وأنت تقف لكي تصلي خلف الإمام مثلا صلاة العيشة أو الترويح شوف جمع الأمة على قلب رجل واحد شوف منظر الشارع وانت خارج كده المغرب بيؤذن الناس كلها في لحظة واحدة تفطر بأمر من بأمر الله ولذلك ده جزء من الألفة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بيننا الحالة الروحية اللي احنا عايشينها في رمضان لو دفعنا لها مليارات مش هنقدر نوحد الناس كده لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يا سلام على الجمال شوف الجمال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه الله يؤلف بيننا بالطاعة الله يؤلف بيننا بحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون العشر الأواخر وإحنا بنستعد على إنها آخر أيامنا اللي بنعيشها ها ربنا يرزقنا جميعا العمر الطويل لإن سيدنا النبي عليه خيركم من طال عمره وحسن عمله ربنا يجعلنا منهم ويكتبنا معهم إن شاء الله وإحنا بنحاول إن إحنا نلتمس ليلة الأدر طيب لماذا أخفى الله ليلة القدر أخفاها الله تبارك وتعالى لكي تنشط الأمة يعني لو سيدنا النبي جه وقال هي ليلة الأدر ليلة كذا الناس هتنم طول الشهر ولا هتصلي ولا هتلتزم وتجي في الليلة دي تدعو وتعلم أن الله سيغفر للجميع لا أخفاها الله لكي نتزود من الطاعات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب سدقوني يا جماعة إسلامنا ده جميل إسلام بيتمشى مع كل عصر هو بطبيعته دين متطور دين متجدد من منذ أن نزل الدين على قلب النبي هل جاء أهل عصر من العصور قالوا والله إذا الصلاة إيه لا مش قادرين أو الصيام مش هنقدر نأديه لا الله تبارك وتعالى منحنا دين الفطرة السوية النقية هذا الدين الذي يقوم على محبة الله العشر الأواخر دول هم اللي هنحاول فيهم نعيد المشاعر الدافئة مرة أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم العمل يا جماعة هو العملة المعتبر بين يدي الله نهاردة الواحد بيسمع العجب بيسمع العجب والله مش عارف طريقة مين واحد راح قال له ده أنا عاصي طب قال له إيه قال له ده أنا بعصي ربنا كتير قال له خدوا الصورة بتاعتينها في جيبك لما تلاقيك بتعصي ربنا طلع صورة يبص فيها هتلاقي نفسك إن شاء الله عدت وتبت مين اللي جعل عبد بين يعني وسط بينه وبين ربين يا أخي ده لما الصحابة سألوا النبي عن الدعاء الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ما قال شي قل قال له فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن يجرؤ إنه هو يتدخل في علاقتك برب الأرباب ومسبب الأسباب ومن بيده الحساب وهو الله سبحانه فاصل وسنعود إليكم بأمر العلي الأعلى وهو الله جل وعلا فانتظرونا سيدة والسادة عدنا إليكم من جديد نستكمل ما قد بدأناه من كيف نعد العدة لاستقبال العشر الأواخر من رمضان اللي هما إن شاء الله يبدأوا بعد أقل من ثلاثة أربع ساعات اللي هو من أداني المغرب أول ما المغرب نارضة يدن وانت بتفطر اعلم أنك قد دخلت في رحاب العشر الأواخر من رمضان أيام الشرف أيام الكرامة أيام العزة أيام الانتصار على الشهوات أيام الحب لله وقلنا إن من أعمال النبي أنه كان يعتكب في المسجد في هذه الأيام وكذلك نذكر بالمبادرة بإخراج صدقة الفطر للفقراء للمحتاجين وقلنا وبنكرر دايما يا جماعة أنا القيمة اللي خرجت بها دار الإفتاء وبينتها للناس اللي هي لحد الأدنى 12 جنيه يا سلام كمان لما تزود على الصدقة دي اللي يقدر يخذيكها 12 خير اللي يقدر يخلىها 20 خير اللي يقدر يزود خير لأن كل ذلك في ميزان حسناتنا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى ولن ننسى أبدا أننا بصدد ليلة القدر كي نستقبلها جميعا التي قال عنها ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شاه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سألت سيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لو أدركتني ليلة القدر فقال لها قولي اللهم إنك عفو كريم حليم وإن تحب العفو فاعفوا عني بعض الأسئلة بتاع حضراتكم اللي جات للبرنامج هنحاول نجاوب عليها سريعا ما حكم الدين في إزالة الشعر من الجسم في رمضان لو حد يعني بيحلق العنى أو الكلام ده طبعا ما فيش ما يمنع الصائم إنه هو يتعامل مع الجسد وإنه هو ينظف جسده وزي الجملة اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب لرجل كان محرم وبعدين بيقول له يعني أنا محرم هل ممكن إن أنا اغتسل فقال له سيدنا عمر ما يعبق الله بأوساخكم يعني إيه العائد في الطاعة على إنك تبقى شخص مش نظيف بالعكس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فما فيش أي مشكلة خالف هل يجوز لي أن أدعو الله تعالى إنه يرزقني شخص معين بعينه يبقى زوج ليا طبعا ده مباح إن بنت من بلاتنا بتشوف أو بتتعامل في شغلي ولا في مصلحة معينة فبتجد إن هناك من يتمتع بخلق كريم وأنه يحافظ على الطاعة وأنه من أهل الاستقامة فهل يجوز لها إن هي تدعي ربنا إن هو يكون لها زوج بالتأكيد لا حرج على فضل الله آدم بيقول لي أنا عمري 30 سنة ما كنتش ملتزم بالصلاة وعايز أعوض اللي فاتني أحسيبها إزاي وكم سنة لا بنقولك حاجة بقى ده اسمه صلاة الفوائد ممكن تبقى سنة ممكن تبقى تنين ممكن تبقى تلاتة فيعم أدم نقولك إيه بقى الإنسان مننا قدامه في القضية دي رأيين الرأي الأولاني أن يصلي مع كل وقت وقت يعني أنت دلوقتي قررت التوب إلى ربنا سبحانه وتعالى الفوائد دي يعمل فيه على طول مع العصر تصلي عصر بعديه مع المغرب مغرب مع العيشة عيشة مع الفجر فجر مع الظهر ده وهكذا طب أفضل كده قد إيه إلى أن يغلب على ظنك إنك قديت ما عليك إنك قديت ما عليك إذا عجز الإنسان عن هذا بوسعه إنه هو يعني قال لي شيء يقدمه إنه لا يفرط في أي فريضة جديدة ليه لأن ربنا قال إن الحسنات يذهبنا السيئات لعلّا وعس استقامتك فيما هو قات يغفر الله لك ما قد مضى طيب أم محمد بتقول ما حكم استخدام بطاقة التموين وهي مضاف عليها شخص مسافر آه بتقول يعني الأسرة بتاعتنا فيها واحد مسافر وإحنا ما بلغناش الدولة ولا بلغناش مكتب التموين فبناخد التموين بتاعه هذا فيه شبهة حرام ليه لأنه هيبقى مبني على الكذب وسئل النبي أيكون المؤمن كذابا قال لا صدق ها وعلينا أن إحنا دايما نعتمد في أرزقنا على الطيب إن الله طيب لا يقبلوا إلا ما كان طيبا بتقول لي والدتي كانت شغالة في مصنع وما كانتش بتقدر تطلع إنتاج لأن المصنع ده شارت على العمال والموظفين على قد إنتاجهم يقبضوا فبتقول هي كانت شغالة زي رئيسة وردية فما كانتش بتشتغل طب هم قال بتعمل ايه بتقبض ازاي قالت كانت بتجيب شغل العمال اللي بيعملوه بالليل وتنسيبه النفسه وتقبت تمنه وفضلت كده دلوقتي هي ندمانة وبتشعر بالحصرة وعايزت تتوب لربنا إزاي تتوب لربنا عليها إن هي ترد المظالم لأصحابها لو هي عرفاهم إن شاء الله تكون في صورة هدايا في صورة أي نوع من أنواعك تحاول بكل ما أوتيت من قوة نية تحتال لغاية ما الفلوس دي تعود إلى أصحابها إن كانت تعلمهم ده مهم 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 وخطير طالما هي في المكان ده طيب زوج قال لي زوجته لو فعلت كذا تبقي مشمراتي هل هذا يعتبر يمين طلاء وهل لو فعلت يقع الطلاء بصوا بقى يا جماعة الطلاء عشان بس نراح دماغنا في نوعين في اللفظ الصادر من الراجل إما أن يكون الطلاء بلفظ صريح بيقول لها أنت طالق مش محتاجين للروح ولا نسأل خلاص الراجل قال أنت طالق بهدوء كده وحالته تمام التمام وبيطالق وممكن يستخدم نوع من أنواع الكنايات خروجي من بيتي ها انت زي ما الراجل قال كده لو عملت كذا تبقي مشمراتي الألفظ دي بيحتاج فيها إلى نية الراجل نرجع له نقول له أنت تقصد بالكلام ده إيه هو بقى اللي هيقول لنا لو قال أنا هي طالق خلاص لو قال لا ده نغضان وكده وأنا ممن يميلون إلى أن الطلاء المعلق على شرط لا يقع لأن حياتنا بقى جحية إن زرت والدتك أنت طالق إن عملت مش عارف إيه أنت طالق إن مش عارف كلمت مين لا دي مش حياة ده لا يلجأ لمثل هذا إلا الضعاف اللي هو ضعيف الشخصية اللي شايف إن ده الكرت اللي أنا به أسود عيشة مراتي لا أنا أنا لست من هؤلاء ولا أمين لهؤلاء يا جماعة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان الأدب هي العبادة دي بين نصوم رمضان ونقوم الليل وبعد كده لا يجب أن نرتقي بأنفسنا سبحان من فرض تلك الفريضة لكي تزكو النفس وتسمو الروح فنصبح أشبه ما نكون بحالة الملائكة المقربين نكتهد حتى لو مش هنبقى كالملائكة ولكن على الأقل نتزود بالطاع نخاصم الكلمة اللي تجرح المشاعر ونعود اللسان على شكرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك غفر الله لنا ولكم فين الكلمات الحلوة دي يا جماعة فين المصطلحات الطيبة دي فين حالة الرقي دي نحن أحوج ما نكون إلى الحسن محتاجين الحسن عارفين ربنا فرض رمضان ليه علشان نبقى متقين لأن حالة المجتمع اللي بيسكنه المتقين فيه حالة من الحسن وحالة من الجمال الأمم سيدنا عمر لما زاق حلوة الإيمان قال إيه والله إننا نحن معاشر أهل الإيمان نشعر بسعادة لو علمتها الملوك لقاتلتنا عليها بالسيوف حالة الرضا حالة الاطمئنان الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب رمضان هذه المزرعة التي يجب أن نعمرها بالعمل هنجني منها إيه الأمل الأمل فيما عند الله الطمع في أن نكون من عتقاء رمضان ومن عتقاء القرآن ومن عتقاء هذه الأيام وتلك اللحظات التي تمر علينا مرور الكرام نحن أحوج ما نكون إلى أن نصل إلى الطاعة في أعلى بأعلى درجته إزاي نقدم السلوك العمل على أجمل وجه إزاي نتقن صلاتنا إزاي نتقن إخراج زكاتنا إزاي نقرب من الأرملة نقرب من المسكين إزاي نحن على الضعيف فاكرين يا جماعة حديث سيدنا النبي وإحنا في الأيام الجميلة دي يقول امسح على رأس رأس اليتيم يا عمي مش عايزين منك فلوس امسح على رأس اليتيم فإن لك بكل شعر مستها يدك حسن مضاعف حد فينا يعجز أنه يحتوي اليتيم ويحضنه ويططب عليه ويمسح على شعره ليه لأن الله حرمه من الأب وحرمه من الأم فتخيل المجتمع كده لما يتضامن ويتكافل ويتعاضد ويبقى جسد واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الصيام ما ينفصلش عن اللي احنا عايشينه الحالة الحالة الخزعبلية اللي احنا عايشينها على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أين الله وأين أخلاق رسول الله وأين نحن مما كان عليه السلف الصالح ليه ليه الكلمات وليه السباب وليه الطاعد وليه اللعن وليه البزاء وليه البعد ما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى أن نكون دائما وأبدا متبعين لا مبتدعين ما أحوجنا إلى أن نستمتع بحلاوة الإيمان نعم هو الإيمان اللي حلاوة يقول النبي ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أيها المشاهدون الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الكريم وإن شاء الله سأكون معكم إن شاء الله نيابة عن أخي وزميل العالم الجليل دكتور عصام الروبي إن شاء الله عقب صلاة الجمعة من الساعة الثالثة أيضا في برنامج فتاوى سائلين الله تبارك وتعالى أن يقبلنا وأن يتقبل منا وأن يغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمة وبركاته